فكر في غيرك مبادرة مجموعة من الشباب في سفاقس من أجل المحتاجين تطوعت حنان الحجلاوي مع غيرها من شباب المدينة بإمكانيات ذاتية استجابة لواقع حالات اجتماعية لا تجد سبيلا للحياة وفي تطوعها تجسد حنان قيم التضامن والتسامح بين الناس البلاد كاملة وسياسة كاملة ما تنجمش تبدل راه عمل يومي ميداني لشباب اختار التطوع للتعبير عن احتياجات جانب من التونسيين لا تصلهم يد المؤسسات الاجتماعية الحكومية جمعية أهلية وبرغم جهود الوصول إلى الناس حالة بحالة إلا أنها تواجه تعقيدات رسمية إدارية تعطل نشاطها الإنساني عدنا تقريب حتى السلاف الجمعية في تونس لكن النشاط تحسه نوعا ما مستطر وإلا منعدم تماما يعني بحكم ثم مضايقات قانونية ثم جرائيات قانونية ممكن نوعا ما ضيقة العمل الجمعية الخاصة في الحالة التي تعيشها تونس اللي هي تسمى نوعا ما حالة طورة ولكن بصفة عامة كما حكينا أنه العمل الجمعيتي العمل الخيري مهوش حكرة على العبات وكما تشوف أنت اسم الجمعية اللي هو خم في غيرك يعني حتى ولو ما كانش معتها يكون المتوع في الميدان موجود أضع في الإيمان أنه يخم في غيره من وسط المدينة إلى ريافها يختلف النشاط الخيري وأهدافه في منطقة برعلي بن خليفة تنشط هذه الجمعية الخيرية على الجانب الاقتصادي لتمكين المرأة الريفية من مشروع يكسبها الرزق مع أبنائها وليس يسيرا على إيمان وهي واحدة من المتطوعات في الجمعية أن يحقق التطوع والعمل الخيري صداه المرجو في بيئة محافظة ومنغلقة اجتماعيا نحن العمل التطوعي هو فلسفة جديدة هو حاجة جديدة دخلتنا مع أنتها ما هو شيء من الصعيب شوية بش دخلها في مجتمعاتنا وعلى مال التطوعي حاجة والإنساني والخيري معناها بالحق هو يصب في خانة وحدة اللي أنت تحب تخدم المجتمع هذا رغم كثرة الجمعيات الخيرية في البلاد وما يرافق نشاطها من أسئلة حول مصادر تمويلها وحدود نشاطها الميداني يجد جانب كبير من الناشطين حرجا في فصل نشاطهم الخيري عن أي أهداف خارج عن سياق العمل التطوعي والإنساني باش يجيني إنسان يعني تابع النداء ولا تابع النهضة ويقول لي تعاوني بهذا ولا تعاوني بهذا ولا إيجا أراه عندنا وكذا نركب وليمش نشوفه بالمعاينة أي إنسان يجي يعطينا اسم تعايلة نخرجوله وحسب المعاينة وحسب ما نقدره أما بالنسبة للأحزاب تسمى أحزاب يعني نعطيك صدخا لقيت مثلا جماعة النهضة أخلوب ممرقيقة وقت اللي يجي يقول لي مثلا أنا صورت مثلا عندي زكاة يجيب لي خمسمائة تلف ولا كذا يعني ما نرفضهاش هذه جمعية تأخذ وتعطي جمعيات أهلية ومتطوعون حملتهم مسؤولية مساعدة الآخر إلى زرع ثقافة التطوع في الشارع ووسط العائلة وفي حياة جانب من التونسيين قد تنقذهم المساعدات الإنسانية من براث الخصاصة والفقرة وتخفف عنهم أعباء الحياة إلى حين نشاط خيري مكثف وعمل إنساني يلب احتياجات اجتماعية واقتصادية في الجهة لا سيما بالنسبة إلى أهالي القرى والأرياف ومن خلاله يسعى الناشطون هنا في اسفاقس بأن يكون لثقافة التطوع أثرا في حياة الناس من محافظة اسفاقس وسط شرق تونس جل الموانع لليوم عرى الحراء ترجمة نانسي قنقر